الدكتور محمد فتحي عبدالغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقاً زميل جامعة آسنبي ألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية أهلاً بكم واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق سواء في الناس الحلوة أو الدكتور هي الحلقة أو الجزء القادم بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى الأكثر تفصيلاً والأكثر كمان يعني قرباً للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة جراحة البنكرياس إذا كان البنكرياس وما يحيط بأورامه من جراحات معقدة فيها عنوان مهم للغاية فيها معنى مهم للغاية وهو أسرار نجاح هذه العملية منطقية أو منطقة في التعبير منطقة تستفز خيالك العلمي وأيضاً تؤثر في أفكار المشاهدين ما ماذا تعني كلمة أسرار نجاح أي عملية هذا سنفهمه اليوم بالتفصيل لكن البنكرياس ما يحيط به وأورامه تحديداً ما يحيط بها من أسباب من ملابسات برضو من المناطق الغريبة جداً لكم أن تتخيلوا أنه ثلاث دراسات بتتعلق بثلاثة الأشياء منهم شو علاقة بعض لكن في النهاية لهم علاقة وثيقة جداً بأورام البنكرياس أولاً بدانة المراهقين في دراسة حذرت من بدانة المراهقين ورابطت ارتباطه أو رابط وثيق جداً بين بدانة المراهق وبين فرص إصابته ببنكرياس بأورام البنكرياس حاجة تانية دراسة تانية في منطقة تانية في العلم حذرت من بكتيريا الفم إذا لم تعالج بشكل جيد لو زادت ترتبط ارتباط وثيقة ارتباطات وثيقة حتى التعبير بتاعهم مرتبطة بشدة بأورام البنكرياس دراسة تالتة فطريات الأمعال إذا زادت ودام تتم السبطرة عليها تحفز سرطان البنكرياس ده يخليني أبص بقى لسرطان البنكرياس على أنه حالة جراحية أو أورام البنكرياس على أنها حالة جراحية مقلقة للغاية لأنه عوامل ارتباط بيها منتشرة للغاية ويخليني أرجع تاني للنقطة اللي بدأت بها حواري إذا كانت هذه هي القضية وراء منتشر أسبابه أو عوامل الارتباط بيها منتشرة إذن العملية فيها وراها تحضيرات وتوقيتات مهمة للغاية وهنا تكمن أو يكمن السؤال الأول ما معنى كلمة أسرار نجاح عملية هل أسرار النجاح تكمن في فريق العمل؟ بالتأكيد مش هتبقى أسرار لحاجة واضحة جدا هل تكمن في أن العملية تتعمل في توقيتات معينة في اكتشاف مبكر؟ ده شيء مهم هل تكمن في تكنولوجيا معينة في المتابعة بعد الجراحة؟ في المتابعة بإنفستيجيشن بشكل معين؟ أسئلة كتير أنا نفسي عايزة أعرف الإجابة عليها لأنه هذا الأمر غامض عن تكتلة البطنة كمان فالنهاردة هتستمعوا الإحوار الخاص زي ما نقولتلكم على أرقم السواء ضيف من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة بنسعد جدا في استقباله لأنه نحن نبقى قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى مش بس في مصر في الوطن العربي واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأسلوب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فاتح عبدالغفار أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكل الطب جماعة الشمس زميل جماعة أيسم بألمانيا للجراحات الكبد وقناتهم المرارية وعميد محة الكبد السابق ضيف العزيزة القيمة للجراحية القديرة أهلا بيك أستاذ أهلا ماضح أنا قلت كلام جامد أول كده كده يا خلاص الحلاء أو أكون كالعادة مواسط الحلاء لا أنت لخصتها كل أحنا لا والله العظيم مش بقى صند البطن كالعادة لإحنا غنيب بنسبق الأحداث لكن السؤال الأول كلمة العنوان يعني إيه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار نجاح ماذا نقصد به؟ عملية الورم من رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل لما نشرحها للناس العاجات اللي بنشالها يعني دايما العين بعد ما نشرح له العملية يقولي طب وهي بقى إيه وأنا هعيش إزاي لكن لما نعرف النسبة نجاح العملية دي تتعدد تسعين في المئة خمسة وتسعين في المئة نجاح العملية بمعنى نعم العملية يعني يخرج بالسلام إن شاء الله خمسة وتسعين في المئة ده تتفاق ده تقترب من إيه من المرارة بس عشان نصل للرقم دوت الحقيقة محتاج شغل كتير قوي يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العملية بري أوبراتف وحاجات جوه العملية أوبراتف وحاجات بعد العملية بوست أوبراتف في الجراح كلها ما قبل بري عملية أوبراتف ما بعد بوست أوبراتف مقبل العملية إحنا متعامل مع مريض عنده ورم وبالتالي نقطة مهمة قوي إن ما ننساش إن إحنا مريض عنده ورم في ناس ببص للورب يعني كتير بيجيلي أهل المريض ويقول لي حمش عزين نقوله فجابيني الأشعات بس أو الدحالي البداع ده ينفع يتمينه عملية ولا البداية دي مش صح لازم أتعامل مع شخص على بعضه يعني ممكن تبقى الأشعات والتحاليل تقول لي إن ينفع يستحمل العملية ولكن عند جنرالي بصفة عامة حالته العامة ما تتحملش العملية برا في حاجة اسمها وليها سكور معين دي السن بتاعه والحاجات ضغط والسكر والحاجات أرقام بنحسبها بحيث أنها في الآخر أقول المريض ده يتحمل هذه العملية فعلا بصورة أمينة ولا ودي نقطة مهمة قوي ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده 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 إن أنا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس دي العملية الكبيرة لازم أقيم الورم وقيم المريض وقيم العملية وأنا عارف جوه العملية إيه اللي هيحصل يعني المتوقع من حجم الورم ده أنا هعمل إيه جوه العملية فهل المريض هتحمل الحاجات أبوالها دي كتير بيجي العيان أشوف الحاجات أتقوله أين في عملية لما يجي المريض أقوله لا ده ركب له دعامة مش هيستحمل عملية فقرار من الأول خالص إن أنا دخله عمليات ده قرار مهم جدا الخطوة اللي بعديها الورم نفسه هل الورم ده ينفع إيه شال ولا ما ينفعش يتشال ينفع إيه شال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العملية لا دلوقتي مفروض بنسبة 95% بيتاخد قبل العملية أنا فاكر ما كنت سافرت ألمانيا على الحتة دي بالذات لقيتهم بيعملوا خطوة في أول العملية خلص يقصوا الاثنى عشر هو أول ما قصر الاثنى عشر ما قادش فيه رجعة يعني ما ينفعش إنه هو يرجع في كلامه ده مش تنفع العملية ودي عمالة في أول عملية خالص فما أسأله قلتوا انت مد كده انت لازم هتكمل مين اللي قالك انه هتكمل قال لي لأ تكمل أو مش هتكمل دي قبل العمليات وإحنا جوال العمليات ما فيش القرار ده خلاص طبعا ما خدنا القرار من قبلها بالأشعائة إنه إحنا هنكمل بيح لازم هنكمل دي بتثبت نقول خمسة واتسعين في المية فعلا المشكلة العملية دي كلها فعلا بانكرياس علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا الوريد اللي هو بياخد الدم من الأمعاء وديها للكبد والشريان اللي بيغازي الأمعاء لو كنا شفنا في الاسمة هتلاقوا إنهما لازقين فيهم بقى دايماً أنا عايز أشوف علاقة الورم بالشريان والوريد فيه ثلاث سيناريوهات لها أول سيناريو جميل جداً إنه هو ملوش علاقة خالص هو بعيد عن الشريان والوريد وده أحسن السيناريوهات السيناريو التاني لا ده حوط الشريان والوريد بس حواطه ديت بتقسمها إحنا بالأشعة هو حواطه 180 درجة ولا أقل من 180 درجة لو أقل 180 درجة لا ممكن العملية أكتر 180 درجة اللي بتتقول بقى ينفع ولا ما ينفعش الفيديو ده بيوريناك دي خطوات العملية ببساطة كترة يعني كشرح بسيط إن إحنا هنشيل إيه فيها عشان ده اللي نقوله عبي ده الجزء اللي شناه اللي هو رأس البنكرياس بالإثن عشر مكمل معا حتة من المعدة ومكمل معا حتة من الأمعاء والقناة المرية داخلها في النص فشناها مع المرار وبعد كده بجيب الأمعاء هي أوصلها بالبنكرياس أوصلها بالقناة المرارية ثم أوصلها بالمعدة دي ببساطة خطوات العملية نفسها فالجزء التحديد قبل العملية زي ما قلنا أنا عايز أعرف العين ده هيستحمل العملية ولا لأ النقطة الثانية الورم ده هينفع يتشال فعلاً ولا لأ النقطة الثالثة التوقيت هل أنا مفروض أعمل عملية الوقتي؟ ده أحسن وقت للمريض دوت لأن ممكن يبقى الورم حجمه كبير شوية أو محوط الشريان لأ ناخد كيماوي فيقل شوية فأقدر أخش بالعمليات أو أقول لأ ده أنا خش دلوقتي كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب الحزبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا وإحنا بنتكلم دي الرسمة اللي كان بنتكلم عليها حتة علاقة الورم بالشريان إما أول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص وده أحسن سيناريو التاني ده بس القبل ما عليش فاند إحنا هنا عندنا حاجة حمرة وحاجة صفر حاجة الحمرة هي إيه؟ ده الشريان واللصفة ده الورم نفسه لو فيه في الصورة الأولية ده يميل جد ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية الصورة التانية حوطه بس ما عداش المية وتمانين درجة الصورة التالتة عدى المية وتمانين درجة تفرق التالتة ديت لو ده شريان مش هينفع لو أريد نتكلم فيها فيها نقاش شوية لأنه ممكن نقصه ووصله لكن التانية ديت في الغالب هينفع فقرار أن أنا أخد كيماوي أو مأخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا بالذات عندنا في مصر لأن الأبحاث برة بتتكلم عن النقطة دي كتير بيحب ويده كيماوي في عينين كتير وبيصغر حقيقة مع نقاش مع دكات الأورام عندنا من وسط كل عشرة عينين خدوا كيماوي اتنين أودات اللي بيستطيقين وسبعة ثمانية ما يجيب وش نتيجة خالص بعضهم بيكبر مع الكيماوي منش عارف إن كان مشكلة في نوع الورم اللي عندنا مشكلة في المريض مشكلة في هي لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا ووضع برا وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالزبط اللي بناخده برا إنه هو علينا خمص فيما يتعلق بالكيماوي الكيماوي بتاع البنكرياس اللي قبل العملية بتاع البنكرياس بالزبط هنا الصورة دي هنا ده الورم هنا شيفنه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغز الكبد يكاد يكون قافلوا أكتر من خمسين في المائة اللي هو الورم اللي حت الصفرة اللي في النص دي في الماقل بنكرياس ضغط على الأزرق ده الوريد اللي بياخد دم من الأمعاء ويوديها إلى الكبد دي من ضمن الصورة أصعبة شوية عندنا في العملية لها تكنيك ويمكن نشوفه أثناء العملية ناصر الورم طبعا الأصفر بيكتب عليه حرف تي اختصار تيومر بالضبط فده الجزء اللي قبل العملية لو إحنا جزء قبل العملية ده اخترنا مريض صح واخترنا توقيت صح وتحضير صح ساعتها نقدر نقول هنروح للستبل بعدها أو الخطوة اللي بعدها اللي هي قط العمليات طيب الصورة دي ما قبل العملية برضو بس دي برضو عايزين يورينه العلاقة ما بين الورم والوريد والشريان الأزرق ده الوريد البابي والشريان ده الشريان اللي هو بيغز الأمعاد أول واحدة فوق دي خالص ده بعيد عنه ده السيناريو الجميل التاني لزق فيه شوية التالت ده فوقه مباشرة ربعا دي أخزاء لو هو في ديل البنكرياس وده هتبقى سهلة إن هي بعيدة عن الوريد والشريان دي كلها قبل العملية ده كل ده قرارات بناخدها قبل العملية الصور بمدرسها باحتمالاتها الصور دي حتى كمان يعني الأشعة المقطعية أنا مثلا لازم أقول المريض هاتلي السيدي بتاع الأشعة المقطعية مش مجرد الأفلام لأن العادي اللي عم بيتصور مثلا تلت تلاف صورة هو بيبع من تلت تلاف دي مية مش لازم يكون الصورة أنا عايزة موجودة في المية دول لأن أنا المقطعي دي عبارة مقاطع أنا عايزة أشوف في كل مقطع فعلا الشريان فين والوريد فين ممكن أنا وأنا بمشي الصور كده ألاقي الصورة لأ مزنوق في الحتة دي أبقى عارف إن أنا بجوة العملية في حتة هيبقى الورم داخل في الوريد أو الشريان فعشان كده عمرنا من اعتمد على تقارير أشعة ويفضل لازم يبقى معايا السيدي بتاع الأشعة وتوى تدرسها يعني نحتاج لتتفرج وقتا على ساعة بقول المريض سيب لي السيدي وتعليه للمرة الجاية هقولك هينفق عملية ولا لا لأن أنا عايزة نصف ساعة أدرس الأشعة عشان دهر أخو القرار صح فيه ده كل ده ما قبل العملي لما نخش جوابا بقى العمليات إيه الأسرار بتاعتها هي حاكتين جرح وتلتير وتغدير ده دور مهم جدا جدا أكتر من الناس كتير متوقعة يعني أنا مقدرش أشتغل غير مع أشخاص معينين هم فاهمين إحنا عايزين إيه في العملية دي بالذات العملية دي بتطول ناخد أربع ساعات لو عملية سهلة قوي ثمان ساعات لو صعبة فمتوسط نقول ست ساعات المشكلة اللي لو عين ده خد محليل في الست ساعات دي كمية على آخر العملية ألاقي الأمعاء في تخينة من كتر المحليل اللي خدها وبالتالي التوصيلات اللي أنا هعملها اللي هي في آخر العملية مش تبقى مظبوطة لأن أنا بوصل في جدار تخين بعد شوية الجدار ده هيرفع لما ما يتروح منه يحصل تسريب فمين يقدر بقى يزبط لي القصة دي ده دكتور تخدير شطر جدا جدا إنه محتاج هد للعيان أقل كمية محليل ما تعمليش مشكلة وتحافظ على الكلة وتحافظ على ضغط العيان فميزان صعب جدا مش أي حد بيعرف عمله عشان كده ساعات بقولهم لأ العملية دي بالذات لازم عملها في المكان الفلاني مع التخدير الفلاني مع خفص يقول لي طب ما استفيد ده كتا كويسين أنا عارف أنا بقولك إيه لأن دول هو اللي هيقدر يريحني أنا كجرح لغاية أخر العملية الناس في أشواء ده بالها إنه ممكن التخدير يباوز لي أنا العملية البالنس ما بين إن أنا هدي محالين سوائل هدي إيه تحافظ على ضغط العيان بالذات وفي نفس الوقت ما تعملش حمل بالذات ودي كتاب ده إنها حاجة سهلة لكن هي تنفيذة في منطقة الصعوبة ومحتاجة أجهزة ومحتاجة خبرة كبيرة جدا من دكتور التخدير فده جوء قطة التخدير ده نمره واحد الجزء الثاني الجراح نفسه الجراح لازم يبقى عنده شوية حاجات أول حاجة هو هيشيل الوراء لما هيجي يشيل أنا محتاج منه حاجتين فشيله يشيله بطريقة أمنة ويشيله كاملا صح كلام يبدو سهل بس هو وراء حاجات كتير أول كلمة أمنة ديت يعني هو يقدر يعرف إنه هو يعمل توصيل لوليد البابي لو قصه يرجعه تاني لو الورم ماسك فيه أقدر أقصه الحالة دي مثلا ده كان ورم في الراس البانكرياس ماسك في الوريد البابي الطريقة هنقص الوريد البابي بالكامل ونعمل نوصله حتتين فبعة تانية بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البابي اللي ماسك في الورم المشكلة إنه عشان كي أبقلهم دايما ما حدش يشتغل العملية ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبرة كبيرة في الوريد البابي وفي الشرياء يعني مش من هو يعرف لوصله بس لا لقدرز أن تكون وصلته 200-300 مرة قبل كتر لأنه أنت مطلوب منك في العملية دي ما هتوصله ما تاخدش أكتر من 10 دقائق لأنه معاق مش هتستحمل إن أنا قافر الدم عليها فترة طويلة أنا محتاج إن مش نعرف أفصله بس لا أعرف أفصله وبسرعة وبطريقة مظبوطة عشان كده الجراح في الحتة دي مهم جدا جدا حتة إنه هو هيشيله بصورة آمنة دي الجزء التكنيكا البتاعه الحاجة التانية الورم بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشرياء زي ما قلنا لما جاء أشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشرياء يحصل لهم حاجة فيروح أقصص الورم من جنبه الحتة اللي بتتساب دي أكتر سبب الارتجاع الورم عشان كده عشان نشيله ده أنا لازم أخد الوريد والشرياء وحدفهم الشمال خالص بعيد وأقص من تحتيه مش هتقدر تعمل حركة دي إلا لو أنت متطمن إن لو حصل مشكلة هتعرف تتعامل مع المشكلة دي فدي الجزء الشير نفسه المهم الجزء الثالث الأخير في عملية هو التوصيلات التوصيلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير إنه ريحني إنه داني الأمعاء بدايتها زي نهيتها بداية العملية زي نهيت العملية السر التاني اللي هقوله ويمكن ده كتر كتير مش مقتنعين بيه أو يعني فيه ناس كتير متاخدش في الماخر حتة دي إيه أهم التوصيلة في العملية كل الناس عارفة إنه أخطر توصيلة هي توصيلة البنكرياس الحقيقة لأ أنا في رأيي إنه أخطر توصيلة القناة المرية مش البنكرياس عرغم من الأصعب البنكرياس طبعا بس هي الفكرة لو عين حصل له تسريب في القناة من البنكرياس لوحدها في الغالب هيعد مش يحصل حاجة لكن لو حصل تسريب في قناة البنكرياس وتسريب من القناة المرية العصارة الصفروية لما بتيجا على عصارة البنكرياس بتعمل لها يعني بنت بيحصل تفاعل تنشيط آه تنشيط لها فساعتها يقول واكل كل الأنسجة آه ما يتنار تحول لما يتنار بالضبط وساعتها مش هتبقى مش هفها تساتر عليها فعشان كده عرغم من القناة المرية قد تبدو توصيلة سهلة بس لا دي أكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا عشان حتى لو حصل لقد تسريب في قناة البنكرياس ودي ما حصل لهاش حاجة بعدها هيعدين لكن لو دين زربوا في الغالب عندها مش هيعدين فدي الحاجات التكنيكا اللي احنا أو الحاجات الصغيرة اللي احنا نهتم بيها قوي في العملية دي ودي من ضمن أسرار نجاح العملية دي توصيلات بدقة التوصيلات دي كلمة مهمة جدا توصيلات ان انا هوصل الاشياء التي قد قطعت بالضبط سواء القناة البنكرياس لان لو رجعنا الفيديو المبسط لفكرة العملية احنا شلنا وفي جزء من قناة البنكرياس هتبقى موجودة بالضبط بازم تتواصل ناخد أمعاء نوصلها طبعا التكنيكس بتاعتها مش هنخش فيها لكن لها يعني طرق كتيرة يمكن أفضل طريقة بتتوصل زي أربع طبقات الفكرة برضو احنا شغالين بتحتاج لازم خيوط معينة بتحتاج كميات كتيرة قوي بجودة عالية قوي من الخيط لان اي محاولة توفير في العملات دات نتجة كارثية العملات الكبيرة دي ماينفعش نص ونص لازم تتعمل كويسة يعملها مجاني في الدمار داش معديش مشكلة يعملها برا بس بفلوس كتير شوية بس لان ما تستحملش ان انت توفق في الحاجات دي خالص انا ماينفعش اقول بقى انا هجيب خيط بسلا اه او الات نص ونص او تخديل نص ونص الكلام ده كله نتائجه الكارثية فالعين هيقدر لازم تحط افضل خدمة طبية للعين ده كفايا ان العملية كبيرة متحولش صعابة ع نفسك بحاجات تانية هي وبل اشهر عمليات في كتب الجراح اشهر نوع يعني كلمة وبل هي اشهرة اه طبعا حاجة درسناها في الجراح على الاطلاق العملية ايزا ده احنا كده خلصنا كل الاسرة او لسه يا فضل اه كده نقول جوه العملية اه بعد العملية الامور بقت سهلة شوية بعد العملية هو دور اساسا للجراح ان هو بيتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل ويحاول ان هو يتفاداها قبل ما تحصل اه يعني انا عارف مثلا ان اول يوم انا خايف من النزيف فعيني على العيان على النزيف من الدرانق من علامات حيوية من حاجات زي كده اه ضغط دمه نبط ضربات القلب كل ده هي علامات حيوية تشير للنزيف لو بدأ ينزف هتلاقي ضغط دمه انخفض وضربات قلبه سراعي بالزبط اه بعد يومين تلاتة انا اتديت اخاف من جلاطات الرجل وخايف من نفسه لان احنا الفتحة بتاعيتنا بتبقى كبيرة شوية والعيان دوت مش هيعرف اي اخد نفس الاخر وبالتالي ممكن شوية افرازات تترقم في صدره فلازم من اول يوم يبتدي في تمارين النفس جهاز ينفخ فيه او يشط فيه فيفتح الرئة لو ما فيش الجهاز بلونة ينفخها مجرد النفخ ده بيفتح الرئة فيمنع المشاكل دي جلاطة الرجل لازم ابتدي ادوية سيولة من يوم العمليات بالليل لو انا بالطمم ولازم العيان يتحرق ولازم احط له شراب للدوالي ولازم جوها العملية بيبقى فيه حاجة اسمها الكاف طمب حاجة مضخة على الرجلين تمنع التجلط انه كل شوية تنقبط كأنه هو بيجري جوه اقط العمليات عشان امنا مع الجلاطة كل دي حاجات صغيرة احنا شفنا كتير في اعينين فقدناهم بحاجة واحدة من دول نسي ياخد دوية سيولة او محركش رجله كويس جات له جلطة في الرجل ترى الهرقى موته بعد كده على اليوم الخامس انا يعيني على التسريب حصل التسريب لقدر له من قناة البنكرياس حصل التسريب من القناة المررية على طول نتعامل معه يعني في دايما كلمة كده بتتقال برة يقولك اللي بيموت العيان مش المشاكل الجراحية ولكن انكار الجراح للمشاكل الجراحية مش ان هو العيان ابتدى يسخن اقص هو سدروحش طب اصل هو بطنه وجعاء اقص هو بالجرح دفن الرأس بالزبط لا انا عندك مشكلة في العيان اول حاجة تحطها في دماغك مشكلة في العملية عندي ما تطلعش هي مش مهم بس اوعى ان انت يبقى عندك انكار لان ده الاخر نتائجه اللي بيتحملها المريض فعلا ولما يحصل مشكلة تتعامل معها وبشدة يعني عندك محتاج يتفتح يتفتح طب انا عمله عملية كبيرة هفتحه تاني هفتحه تاني مش يحصل حاجة ولكن اوعى ان انت تخاف تعمل حاجة لاحسن يتقال كذا لا لا يكونش عندك بيسموها احنا يكونش عندك معينة غير طبي ايوة اللي هي الاعتبارات بيسموها اعتبارات جنونية يعني انا بسميها دايما اعتبارات جنونية تعرف تدل على الجنون لو هيتقال علي ما انت لو رؤى العلمة هيتقال مش هيتقال عليك انت هتروح في السن ده وهيتقال عليك ساعتها اسوء الايوان والمريض بيتفهم ان انت بازلت معاه اقصى ما عندك بالزبط يعني عمر ما مريض بيشتكي دكتور وهو حس ان دكتور ده عمل العليه وما قصرش في حاجة مهما ان كانت نتيجة العمليات دي هي الاسرار بالزبط والنقطة الاخيرة دي يعني نحطها في اسرار نجاح كل جراحات اللي جاءتيه كله بلسسنا كل الجراحات اللي هي عدم اخفاء الرأس في الرمال وانكار علامات التحذير انك انت عاملة زي بالزبط يعني قاعد في مكان في انذار بالحريق لا لا هتلاقيه بايزة في بدأت الرشاشات الماية بدأت تشتغل لا لا هتلاقيها بازة وتلغت لما الولعة تيجي في وشك في اي شيء تاني مهم في هذه الجزئية تحب لا يعني نقول دي كده ملخص سريع طبعا كل خطوة من دول لها تفاصيل طويلة جدا مش هنقعد نشغل ناس بيها لكن دي الخطوط العامة نقول الموضوع يعني الملخص اذا هو العملية كبيرة نتيجة تبقى كويسة جدا ان شاء الله خطوة ولكن عبارة عن سلم لازم تاخدوا خطوات لو نطيت سلمتين هتتكعب وهتكعب العين معك فامشي خطوة خطوة كل خطوة تاخد حقها الاخرها نوصل ان شاء الله للسلام واحنا في الحلقة كل خطوة ما قبل العملية عادنا نتكلم فيها فانا اعتقدت ان هي دي تكمل الاصرار في المنطقة دي لما دخلنا العملية التخدير خدي الكلام فانا قلت بس هو بقى هو الاصرار في الحتة دي لما دخلنا في العملية قلت بقى تمام دي بقى الاصرار خلص وخلصنا بعد العملية لوحدها اصرار في حتة تانية وكبيرة وكثيرة جدا فهي عملية الاصرار واضح جدا كلها على بعضها كالعدم نستمتع بهذا اللقاء استمتعا كبيرا جدا على مستوى البطنة كمان مهم جدا ضيف العزيزة الكلمة العلمية والكرحية الكبيرة أساس الدكتور مهمة تباتي حبط الغفار كان كعادته مبدعة واحدة من أرقى أرقى حلقتنا يبقى أو تبقى أورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة حزارة أن تمر فيها بدون أن تتعلم كل شيء هذه أول أور نان رول لا تقبل إلا الكل أنك تكون فاهم كل حاجة أو لا شيء على الإطلاق ما فيهاش منتصف المسافة هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الإطلاق في العلم لإما أنت كلك فاهم كل حاجة وبتعمل كل حاجة صحة مية في المية لو واحد في المية غلط هتتقلب الدنيا إلى منطقة مخيفة للغاية لن تسمع فيها إلا عويل الزئاب لا تقلق يعني خليكم معنا في الحلوة